حذرت إيران إسرائيل من أي مجازفة عسكرية جديدة في لبنان وذلك إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف ملعبا لكرة القدم في الجولان قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أي خطوة غير محسوبة من إسرائيل قد تؤدي إلى توسيع دائرة عدم الاستقرار والحرب في المنطقة وشدد على أن إسرائيل سوف تتحمل مسؤولية التداعيات غير المتوقعة لأي تصرف أحمق بحد وصفه هجوم مجدى الشمس دفع بالمبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط أموس هوكشتاين إلى إجراء اتصالات لاحتواء تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل وقد اتصل هوكشتاين بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جون بلات معربا عن قلقه من تطورات الوضع على جبهة جنوب لبنان وقد شدد جون بلات لهكشتاين على أهمية الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان لافتا إلى أنه مستمر في موازاة ذلك بالجهود لمحاولة عدم اتساع الحرب ضمن ما هو متاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة